ودايماً بيحصل ما يعرف بالأوفرلاب أو التداخل في نهاية المراحل يعني مثلاً هتلاقوا المرحلة الأولى والتانية في نهاية المرحلة الأولى تدخل في التانية ونهاية التانية تدخل في الثالثة هتفهموا قصدي دلوقتي طب إيه المرحلة الأولى؟ المرحلة الأولى أن احنا نطلب من الطفل اللي عايزينه بكل الطرق الممكنة في حد هيقول ألا هو دي عايزة مرحلة يعني طب ما هو فاهم أنه هو أن احنا عايزينه يعمل في الطويلت لا الأطفال ما بتفهمش ضمنا احنا لازم نقوله بكل الطرق الممكنة لازم نشرح له بكل الوسائل الممكنة بالكلام بالشرح بالديمونستريشن زي ما بنقول ديمونستريشن اللي هو ناخده كده ونقوله احنا عايزين عمر عايزين تاليا عايزين محمد عايزين ندين تعملوا هنا تعملوا زي الكوباء بكل الطرق الممكنة احنا هنكون مبسوطين انكم تعملوا هنا احنا لازم نقلع الحفاظة الكبار بيعملوا هنا الشطرين بيعملوا هنا خلاص كده المرحلة الاولى ان احنا اللي بنقول خلاص كده المرحلة التانية خلاص ان الطفل يفهم احنا عايزين ايه ويظهر ذلك باشارات معينة او بكلمات معينة او انه يربط الطفل يعني الكلام بالفعل منه زي ايه زي ان احنا مثلا لما نيجي نقوله ايه ها لما تعوز تعمل او الكبار بيعملوا فين يروح مشاور على الطويلت احنا هنكون مبسوطين منه قوي منك قوي 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 لما ايه اللي يحصل قولك طويلت مثلا او ان انا عمل في الطويلت او ان انا سيب الحفاظة فاهمين قصد باشارة بكلمات بهزار بدحك باي وسيلة الطفل احيانا الاطفال بتبقى مبتكرة جدا في وسائل التعبير عن نفسها يبقى المرحلة الاولى احنا اللي بنقول احنا عايزين ايه المرحلة التانية الطفل بيفهمنا او بيدينا اشارات زي ما قلتلكم الاشارات دي ممكن تبقى بالكلمات او بالاشارات فعلا يفهمنا انه فهم ممكن الناس تفتكر ان دي حاجة واحدة لا مش حاجة واحدة يعني زي ما تيجي انت تقولي لطفلك ايه اه ابقى اقفل الباب بالراحة اه اقفل الدرج بالراحة انت قلتي لكن هو لسه كل ما يفتح حاجة يروح مرجعها بيرزعها كل ما يبقى هو كده ما فهمش لسه لما تلاقوه نقوله ايه ها المفروض الدرج المفتوح ده بنقفله ازاي يقولك بالراحة او يروح هو عامل بايده حركة انه هو الدرج ده يقفل بالراحة يبقى هنا الطفل فهم يبقى مش نهاية المطاف ان احنا اللي نقول لا ان احنا نقول دي مرحلة ان الطفل يفهم دي المرحلة التانية طيب المرحلة التالتة خلوا بالكوا بقى المراحل الجاية دي التالتة والرابعة تحديدا يعني بيبقى فيهم بقى ايه شوية مشاكل كده مع الاطفال يعني ربنا ما يجيب مشاكل بس فيهم فهم خاطئ من الكبار بقى مش من الاطفال المرحلة التالتة ان الطفل يحاول يتحكم ويفشل ويقول لنا هتقولولي إيه اللي بيحصل هقوللكم اللي بيحصل في جملة واحدة هتلاقي الطفل جايلك يقولك ماما طويلت أو تويلت أو بيبي أي حاجة بقى أنتوا اتفقتوا عليها أو الموضوع التاني اللي هو الستول اللي هو البرازيا مثلا يعني خلاص كده خلاص فأنتي تفتكري أنه إيه خلق أهو هيقول وأنت لسه بقى بتجهزيه أو بتعايزة توديه بقى للتويلت تفجأي أنه عامل هي دي المرحلة التالتة فدي المرحلة بقى المحبطة جدا للأمهات وهو إحباط غير موضوعي حضرتك بتحبطي على حقا أنت مفروض تفرح تفرحي لأنه في المرحلة ابنك دلوقتي في المرحلة التالتة من الست مراحل هتقولي طب ودي حاجة تفرح آه طبعا حاجة تفرح ارجعي كده بالذاكرة حبة صغيرين بس الورا كده طب ما هو كان بيعمل من غير ما يقولك دلوقتي ابتدى يقول عارفين القول ده معناه ايه بالنسبة للطفل أنه حاول وفشل أنه حاول وفشل خلاص قبل كده كان بيعمل خلوا بالكوه من ساعة متولد لغاية العمر اللي احنا فيه ده ها لغاية العمر هاية كان بيحنا اتفقنا من الحالة اللي فاتت أنه بعد السنة التانية ويفضل أن يكون بعد السنة التانية بشهور يعني شهر اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية كل ده ينفع طبعا ينفع وانا قلت لكم أن كل ما التدريب بيتأخر كل ما كان التدريب بيحصل أسرع لأن الطفل بيبقى فاهم والعضلات القابضة لمسؤولة عتحكم بتكون اكتملت نموها الوظيفي خلاص نخلينا مركزين فضل الطفل من يوم ما تولد لغاية ما بدأته أنتي وبابا قررته أنه هيتعلم بيعمل يوميا يوميا من غير ما يقول لكم أنتوا فاهمين صعوبة هذه المهارة بالنسبة للطفل قد إيه احنا بنخليه يمرن مخه أنه يبعث لمخه إشارات أنه يمسك نفسه يتحكم أنه ما يعملش وأنه يقول لنا هو بقاله أكتر من سنتين بيعمل هذا الأكت أو هذا الفعل دون أي تدخل من أي حد بيعمل وقت ما هو عايز مكان ما هو عايز ما هو لابس حفاظة بقى وهو نايم وهو بيلعب وهو بيتمشى وهو متشال وهو بياكل وهو أي حاجة هو بيعمل فاهمين قصدي؟ فمن هنا جات قيمة المرحلة التالتة أنه بيقول لكم ما يشير إلى أنه عايز يعمل بس تيجوا أنتوا بقى تهموا بأداء الفعل نفسه أنكم عايزين تقعدوا على التواليد أو على البوتي أو بتاع تلاقوا عامل ما تحبطوش وما تتضايقوش ده دي المرحلة التالتة هو لو يملك أدوات التعبير كان يقول لكم أنا حاولت وفشلت المفروض نعمل إيه؟ المفروض أنه إحنا نشجعه مش نشجعه أنه عمل كده لأ نشجعه أن نقوله إيه؟ المرة الجاية هتقول لنا قبل ما تعمل حاول أو حاولي تقول لنا قبل ما تعمل هتبقى شاطر قوي لو قلت قبل ما تعمل ماما هتبقى فرحانة قوي لو قلت قبل ما تعمل بابا هيبقى فرحان تتا هتبقى فرحان وهكذا هندي للطفل محفزات نقول له استمر في المحاولة يا بطل استمر في بذل المجهود إن شاء الله هتنجح قريب هتنجح بنقولها بكل الطرق ما نقولش إيه إنت زي إياكم والتقنيب إياكم والتقنيب وفيه فرق ما بين التقنيب والاحتفاء إنه هو يعني مش معنى كده إنه نحتفي اللي هو إيه برافو عليك إنه إنت عملت على روح لا ما قولتش كده بس انا بقول ايه لما يحصل ده ما نقولوش كده وانت عمل دي محبطة جدا للطفل لان انتوا ما بتبقوش عارفين نفسيته ايه هو حاول فعلا وفشل فكده مش عايزينه يصدق او مش عايزين جسمه يصدق وعقله يصدق انه مش قادر ده احنا عايزين يصدق انه قادر انه هينجح فاكرين لما كان بيتعلم المش فاكرين لما كان بيتعلم الكلام انه بينطق كلمة غلط او كلمة نشبه عليها ان هي كلمة نقول له صح قولها بقى صح ونقود نكررها لما كان بيتعلم المشي وبيحاول يقف ويمشي ويقع نقول له برافو عليه يلا قوم هتنجح تاني نفس الحكاية هو هنا في المرحلة الثالثة دي حاول بس فشل بس قال لنا وده الجديد تيجي بقى المرحلة الرابعة ان الطفل ينجح في مرات ويفشل في مرات طب ايه خطورة بقى المرحلة دي اولا المرحلة دي مهمة جدا خطورة المرحلة دي ان احنا ممكن يتهيأ او يهيأ لبعض الامهات والاباء وانا بقول بكرر الامهات لان الامهات هم اللي بيكونوا في خط في التماس مع الطفل او الطفلة في الحالة اللي زي دي يقودوا يقولوا ايه طب ما هو بيعرف هو لا ده بمزاجه ده هو قصد يدايقنا ده هو قصد ده هو مكسل لا 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 هو مرات بينجح ومرات بيفشل ودي مرحلة عظيمة دي المرحلة الرابعة دي المرحلة رقم اربعة من الست مراحل فاضل مرحلتين بس فلما نوصل للمرحلة دي انه ينجح في مرات ويفشل في مرات يا اما انت كريم يا رب ده احنا بنقرب قوي طيب المفروض نعمل ايه في المرات اللي نجح فيها الطفل يجب انه عظم من شأنه ونحتفي بالطفل ونسقف له ونبرك له ونقوله ان هنجيب لك حاجات حلوة ونجيب لك هدايا ونبلغ كل الافراد العيلة او كل المحيطين بالطفل مش لازم يكونوا عيلة بس كل المحيطين بالطفل والطفل بيشوفهم الطفل بيحس بالنشوة وبالفرح انه عمل حاجة واتبسط بها قوي ان كل الناس دي مبسوطة فده بيكون محفز كبير جدا جدا ان هو يبدي مزيد من المحاولات عشان ينجح مرات اكتر طب في المرات اللي فشل فيها سر يجب ان يكون الامر كأنه سر بينك وبين الطفل ممكن يبقى بابا عارف بس ما تبينيش للطفل ان بابا عارف تقولي له خلاص احنا مش هنقول لحد عشان انت ايه دي مرة كده انما المرات الجاه هتنجح الطفل بيكون في منتهى الحساسية الطفل بيكون في منتهى الحساسية تجاه التعريف بخطأه امام الاشخاص اللي هو بيحبهم يعني ما نجيش تعال يا بابا شوف شوف فلان ولا فلانا انا كان اسمي بقى الطفل معرفش يعملوا بتأياد وقع ده على الطفل وحش جدا جدا ومحبط وحش والطفل يعني بيبقى حاسس بقى حاسيس وحشة وقال له ده انا بحاول بس مرات نجحته ومرات فشل فالمرات اتفقنا اللي نجح اللي نجح فيها بنعمل ايه المرات اللي فشل كأنها شيئا لم يكن مش بس سر ده انت تشجعي ولا يهمك برافو عليك برافو عليك المرة الجاة هتحاول اكتر المرة الجاة اعودوا تكلموا مع الطفل زي ما انتوا عايزين في الامر ده وبحماس حقيقي وبحب حقيقي وبتحفيز حقيقي خلاص خلاص يجب ان نتعامل بطبيعية عند حدوث هذا الامر وكأن هذا خطأ عابر لن يتكرر لازم نقنع نفسنا ونقنع الطفل بكذا ايه يعني فيش مشكلة خالص يلا 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 هنتنظف اهو هنخسل وبتاعه هنخسل مكان اليورين او مكان السطول البول او البرازي يعني ويلا هنلبس هدوم نظيفة ويلا ويلا كأن حكا حصلت لان انت دي مرة كده وخلاص انما انت شاطر انما انت شاطرة انما انت بتعرفي انما انت هتقدري انما انت قاد انما انت هتتعلم خلاص وإحنا بنعمل ده نزيد من التحفيز دي المرحلة الرابع المرحلة الخامسة ان الطفل يتحكم طول النهار ويفشل في التحكم بالليل ويعني وهو نايم مش بالليل اللي هو بعد المغرب يعني لا ان الطفل يبقى طول النهار ناجح بيقول لنا بيشاور لنا وعلى فكرة اتفقوا مع الاطفال على اشارات بسيطة يعني ايه يعني ما تقولوش للاطفال لما تبقى عايز تعمل في التوالت او في الحمام ما تقولش مش لازم نقوله قول يا ماما انا عايز اروح الحمام لأ دي جملة مركبة جدا بالنسبة للطفل خلوه يقول كلمة واحدة بيببي طويلت هو لو قال ماما بيببي فاهمين قصدي علموه انه يعبر بابسط الطرق عشان ما يجهدش نفسه زيادة في استدعاء مخرجات لغوية او الفاظ يعبر بيعا اللي هو عايزه فالوقت البيني ده او الفترة البينية دي يقع فيها ايه المحزور ويبقى مش قادر يمسك نفسه فيبقى طول النهار الطفل بيتحكم دي المرحلة الخمسة بس هو نايم ما بيتحكمش عادي عادي التدريب ان احنا نطبق التالي ممنوع شرب السوائل قبل النوم بساعة او بساعة ونص على الاقل يعني ايه يعني خلاص الطفل تعشى احنا عارفين ان الطفل مسلا هينام الساعة تمانية او هينام الساعة تسعة او هينام ساعة تسعة ونص يبقى نكون عارفين ان اخر مشروبات سواء مية او عصاير او كده وانا بتكلم هنا عن المية او يعني العصاير دي غير مستحبة تمام خلاص قبل النوم بساعة على الاقل او بساعة ونص كمان تمام يعني نفاهم الطفل اشرب بعشان مش هنشرب تاني دلوقتي الحكاية دي بتفرق جدا مع الاطفال تمام طيب النصيحة التانية هي انه لازم نصحي الطفل بالليل علشان نقعده على التوالي والحقيقة ان الموضوع ده بقى الموضوع ده بالذات عليه خلاف مش خلاف ان صحة وغلط لا هو خلينا نطمنكم انه في احنا بنكلم دلوقتي عن التحكم الليلي بقى انه هو نايم يتحكم ازاي تمام في مدرسة بتقول خلوا الطفل نايم قال لا هيلبس حفاظة اه يلبس حفاظة ونايم خلوا بالكو في الفترات في المراحل اللي اولانية خلاص ما بيلبسش حفاظة خلوا بالكو قوي من نقطة دي خلوا بالكو قوي من نقطة دي واحنا بنعلم الطفل في المراحل الستة دول ما الطفل ما بيبسش حفاظة خلاص احنا قلعنا الحفاظات وشلنا السجاجيد وحطينا مشمع ولا حاجة من الحاجات اللي هي بتتغسل بسهولة على الكنب وعلى الكراسي وعلى الارض وعلى سرير وعلى اي منطقة الطفل عارفين انه بيعود عليها او بي لازم نبقى مجهزين نفسنا انه ممكن يحصل عليها شيء من البول او البراز انما مش هنقعد نلخبط الطفل ان احنا شوية نلبسه وحفاظه وشوية لا خلوا بالكم النقطة دي نقطة شديدة الاهمية خلاص طيب الاتجاه الاول زي ما بقولكو ان فيه فيه اتجاه يقولك ايه خلوا الطفل نايم وتمام هو لما هيعمل وهو نايم بمرور الوقت هيتعلم هيتعلم ازاي هيصحى وهيجي يحس ان هو بل نفسه فهيبتدي وهو نايم يقول يعني حاجة تنبهه ان هو يصحى علشان يمنع ده بس هذا الامر انا بقولكو فيه مدارس وفيه دول بيعملوا الحكاية دي بس الموضوع ده بيطول معهم شوية طيب فيه اتجاه تاني هو انا اقولكو بقى الاتجاه التالت هناخد دلوقتي هناخد الحاجة الحلوة من هنا والحاجة الحلوة هنا فيه اتجاه تاني يقولك لا المفروض هو الطفل نايم نصحيه بمعدل كل ساعتين وانتو هتلاقيكم سمعتوا مني حاجة زي كده قبل كده كل ساعتين طفل نايم هو بنصحيه كل ساعتين ومنحطه على التويلت وده لتنبيه نعكاس المسانة عند الامتلاء يعني احنا عايزين نحفز المسانة انها لما تتملي المسانة تحديدا صعب اوى الطفل يعمل برازه هو نايم خلاص فاحنا لازم نصحيه كل ساعتين ونقعده على التويلت ده اتجاه برضو خلاص كده